انت يوماً قد أحببت أباك العزيز هملت رباه الطيف انتقم لمقتله الخسيس اللئيم هملت مقتله الطيف مقتل ملقاه الخسة والقتل في أفضل الأحوال خسيس كان ملق مقتله الخسة والغدر والتعدي على شرائع الطبيعة وما فيش غير الجملتين دولها تقعد تعيد وتزيد فيهم فمش داخل دماغي الصراحة قصة ان هملت شاف عفريت أبو دي يعني ايه يعني عمو بيجننوا ومتفق هو والواد هرشو والواد التاني ان هم يعابوا في دماغ هملت اللي هو أصلاً عيام من ساعة مبومة مات فيقولوله ان انت بتشوف تفا بوك عفريت أبوك صح فيقول الناس يقول عليه عبيته ومجنون فعمو يستولى على الملك معقولة يعني هيسيب الملك لواحد عبيته ومجنون لأ وامو دي وليها غالبان على فكرة ملقاش في اي حاجة عش تبقى فاهم يعني إلا لو عارف بقى ان ابنها عبيت من الأول هملت عبيت وعمو عايز جننه والحياة تفسير جديد اللي هملت بس تمام مهم انك فهمت القصة الأصلية آه بس مش عاجباني الصراحة مكتوبة ركيكة كده أنا عايز التانية دي اللي هي اللي هو الراجل اللي قتل الملك عنده في البيت وامراته تجننت وعدت تغسر إيديها كتير مجبس أهي دي حلوة أحسب من العيان التاني هو وامو لأ دي حلوة ليه بقى الراجل بقتل الراجل في بيته وامراته بتتجنن والأول فيه سحرات نا قصة حدوطة تاكل مع الناس كميرشل كمان مجبس والتاني امراته اسمها ايه اللي على السخان دي اللي دي مجبس أيوة تخيل أنا بقى مجبس واللي دي مجبس منا شلبي يا لهوي خلاص كده خلاص شوفت القراءة حلوة ازاي ساعة اه بس مش كل حاجة الصراحة يعني حاجات وحاجات أعمل لك شاي ماشي يا دي النيلة كيتي وألفونس بقوا 16 مليون ما قروش كلمة في حياتهم واتشت ما تخليش حاجة تفوتك